أعلنت وزارة الصحة نسئنا في التلقيح للرضو بداية 28 ديسمبر المقبل حيث تم استبدال اللقاح البنتفالون وتعوضه بلقاح رباعي زائد واحد رفيق خلف الله أولا أن الجدول التلقيح الجديد قائم بأكمله ولكن اللقاح البنتفالون يعني هو اللقاح خماسي رح نخلفه بلقاح رباعي يعني ضد ديفتريا والكوزاز والسعال ديكي والموفيلوس انفلوانزابا ونضيف له اللقاح ضد الالتهاب الكابيدي الفيروسيبا وفيما يخص تنظيم الاستدراك للأطفال المتلق حوش في مدة شهرين صح يكون هذا الاستدراك بصفة منظمة وتدريجية وزارة الصحة يعني اخذت كل التدابير باش هذا اللقاح الرباعي يعني يراه يكون في الرزنامة الوطنية يبدأ يبتداء ان شاء الله من عشرين ديسمبر 2016 وستاش اشتركوا في القناة